السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 29 تشرين الأول أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل لغاية تقريبا عصر يوم الغد الاثنين الساعة ثلاثة وسبعة دقائق بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثنتين وعشر دقائق من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما إنه موجود في برج الثور معناته اليوم منكون أكثر حذراً من ميل لها حماية ممتلكاتنا نادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً طبعاً في هاي الفترة لازم أنه ما نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خطة توفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية من الزوايا البطيعة زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية طبعاً يوم خمسة وعشرين عشرة بدأت تأثيراتها ومستمرة تأثيراتها ليوم واحد احداش اليوم تسعة وعشرين عشرة هي ذروة هاي الزاوية الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة صباحاً نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أن هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض بتزيد من مهلنا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وتدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول يعني بعطي فترة هاي إنها مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل خلافات ودعاوة قضائية بشكل ودي أما دولياً فهي بالدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية وعقد الصفقات التجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية كما أنها بتشهد بتطور على مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة سبعة صباحا بتوقيت جرينيتش معظ الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين لأنه شوي ممكن نشتكي من زيادة الاحتمال أو تعرضنا للحوادث وما منحسنا التحكم في أفكارنا ولا كلامنا ولا ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بسبب هذه الزاوية بثور ثورة عارمة من الغضب في وجه أي شخص بينتقده أو بذائقه ابتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأننا نحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي بطيئة بين عطارد وبين المريخ هذه الزاوية طبعا بدأت تأثيراتها يوم 24 عشرة ورح يستمر تأثيرها ليوم 14 اليوم ذروتها الساعة 2 و21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بسبب هذه الزاوية شعرنا أنه بالفترة الماضية ساد شعور بضيق الصدر وما كنا نتقبل النقد وكنا منثور بشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات فعل البعض بكشف عيوب وأخطاء أي شخص بيواجهنا أو بيكون بعدها معنا بتجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج بتدفعنا للنزاعات والتعقيدات والخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما أنها بتزيد من احتمال التعرض لجروح أو حروق في النشاطات اليومية أما دوليا فهي بدل على انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطات الأمنية أو الجيش في البلاد وقمع حرية التعبير أو ممكن هيك ممارسة سياسة قمعية ضد الصحافة وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان أو ربما للسجن برضو بتوجه وسائل الإعلام كذلك انتقادات لردي أوضاع القطاع الصحي وقطاع الصناعة وربما شهدنا اضطرابات واحتجاجات للأطباء والممرضين أو لليد العامل في بعض المؤسسات وبرضو بتوجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام به وإدراج فئات شبابية في الفرق والأندية لتشبيبها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية راح تكون ذروتها ساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هذول الأكثر حساسية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا لأن تأثيرات الخسوف ما زالت مستمرة فما بنصح بأي جراء أي عمليات جراحية بهذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية ولكن الأعضاء اللي ذكرناها تحديدا إذا في مجال تأجيل العمليات الجراحية اللي بتتعلق إلها بيكون أفضل برضو هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ولا يصلح لقص الشعر التجميلي ولا الصبغ ولا الحنة ولا القص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الاثنين بيبدأ خلو المسار ساعة 11 و35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش وبينتهي خلو المسار ساعة 3 و7 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش وبكون القمر هيك انتقل وصار في برج الجوزاء طبعا بالنسبة لجدول خلو المسار إلى الشهر القادم اللي هو شهر 11 صار موجود في صندوق الوصف بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 15 يوم في تمام الساعة 3 و13 دقيقة عصرا بصير 16 يوم نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 15% القمر في الثور حتى يوم 30-10 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 75% الزهرة في العذرة حتى يوم 8-11 منتحس الآن بنسبة 45% في ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يعني بيحمل بعض الفرص المالية والمكاسب المالية اللي عادة بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتكم بعضكم ممكن يجي فرص لعمل إضافي أو يحصل بعض المكاسب الغير متوقعة بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا أهمش أنك ما تضيع الفرصة وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ركز على الأمور المالية ممكن تهتم لبعض الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين أو يعني هيك سداد بعض الالتزامات ولكن ابتعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي الحدوض اليوم قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع أي شخص منافستكم حاول أنك تطوي صفحة الماضي ترتفع المعنويات أفضل من يوم أمس بتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر من أفضل أيام الشهر ولكن نصيحة أنه حاول قدر الإمكان ما تخلي الاكتئاب والتقلب المزاجي يسيطر عليك بشكل كبير خلال هذا اليوم وحاول أنك تضبط انفعالاتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر اليوم موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاول أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود جو من الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أعمالكم لسبب أو لآخر حاول أنه اليوم ما تتخذ أي قرارات حاسمة وما توقع على عقد وما تحسم أمر لأنها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء اليوم برضو العمل الاجتماعي هو اللي فيه الفائدة الكبيرة بالنسبة لك من خلال معارفك وعلاقاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز العلاقات مع المسؤولين برضو اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيحمل هذا اليوم يعني يوم فيه شوي الضغوط لأنه يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك لازم تكون مستعد وجاهز حاول أنك ما تتغيب عن عملك ما تخالف القوانين ما تشوه سمعتك بتصرفاتك عشان هيك فيه نوع من أنواع التوتر لازم أنت تتجاوز وتكون مستعد ممكن اليوم يكون فيه عندك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية وإذا كنت جاهز اليوم بتحصل مكاسب جيدة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم أغلبية موليد برج العذرة ممكن يصلهم خبر من بعيد أو مخارج البلاد أو بينجحوا في مسائل بتتعلق بأوراق أو معاملات أو حتى سفر والاتصالات البعيدة بتكون بأوجها وبإمكانكم اليوم يعني تعززوا رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطركم في هذا اليوم وبترغبوا بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما ويعتبر من أجمل أيام الشهر ولكن إذا كان فيه امتحانات حاول أنك ما تعتمد على الحضوط بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك ولا بأموالك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام بعض موليد برج الميزان اليوم ممكن يهتموا ببعض المسائل المالية اللي بتتعلق ببنك أو ضريبة أو تامين أو مطالبة بحقوق لا إلهم الأجواء برضو يعني جيدة على المستوى المالي ولكن بدون اتخاذ قرارات بدون ما تدققوا بتفاصيلها برج العقرب بالنسبة لأمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما هو جيد لتعزيز شراكاتكم أو تعزيز العلاقة ما بين الأزواج أو شركاء المال أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن لأن القمر موجود مقابلكم تماما فطاقتكم ضعيفة بدكوا تحافظوا على هدوء حصابكم نبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك بدك تحاذر من تأزيم أي خلافات حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لأمواليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم حاول أنك تنظم جدول غذاكم تأخذ قصد كافي من الراحة اليوم عندك اتصالات كثيرة وتكثر عندك المسؤوليات وخصوصا للمسؤوليات الليلها علاقة بالعمل أو بالعائلة فبدك تنظم وقتك بشكل جيد حاول أنك ما تتأخر ما تلتيب الأمور الثانوية ركز على الأعمال المهمة اليوم برضو بعض موليد برج القوس بيهتموا بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتهم وأهم شيء أنك ما تشك بنفسك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو ترفية أهم شيء أنه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء بدي أو لقاء عاطفي أهم شيء أنه تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك متفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمطالبات العائلة أو بمتطلبات العائلة الجو العام في ضغط في مسؤولية كبيرة على مستوى البيت أو العقارات أو السكن أو العيلة أو المشاكل العائلية أو الأعطال المنزلية أهم شيء أنك تكون جاهز ومستعد لأنه اليوم ممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بجوز الفشل في بعض المصاريف المفاجئة اللي لها علاقة بالمنزل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الثالث يعني بمعنى آخر اليوم في نشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ما بين المحافظات اللي هي السفريات القصيرة واليوم هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو تعامل مع الإخوة مع الجيران وبتتمتع اليوم بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف وقدرة على الإقناع علي جدا سرعة البديهة بتنقذك من كثير مواقف اليوم أهم شيء إذا عندك مواجهة أو عندك رأي حاول إنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدوى الأعمالك تفادي للإهمال أو التقصير أثناء قيتك للسيارة بس انتبه وحافظ على هدوءك وما تعصب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر